بسمة بوسيل قصة حياتك لو مسرحية ينفع يبقى اسمها مثلاً أحلام لم تكتمل ستكتمل ستكتمل بكرة أحلى أكيد نبدأ من الأول من فصل البدايات ستار أكاديمي وحلم الغنى والنجومية والشهرة ستار أكاديمي كان ممكن أقول حلم طفولي بالنسبالي بس ما كنتش عارفة أن أنا أشوفه بصورة كبيرة عشان رحت لستار أكاديمي وعملت في الآخر كل نفسي فيه بس ما كنتش مسكة في حلمي قوي حاسة كده بشان كده أبعطيه برو طفولي إيه اللي كان نفسك فيه؟ بس فيستار أكاديمي كنت عارفة مبدئياً لما هروح أنا رايح عشان أتعلم فكان نفسي طبعاً أكيد أن أكسب بس كنت حاسة أن أنا فرصتي قليلة قوي في أن أنا أكسب فقلت مش مشكلة إذا لو ما كسبتش التجربة أهم وكأنني رايحة كده بعمل كورس أو حياة كده مكسفة في الغنب فستار أكاديمي كان بالنسبالي بس أنا بحس أن أنا ممسكتش في حلمي قوي ساعتا حلم خدمة كان حلم؟ لا بسي هاولك على حاجة أول حاجة بس عايزة أقول حاجة مهمة جداً أنه ستار أكاديمي كان بالنسبالي تجربة كويسة بس هو بيديكي شهرة يعني ممكن نقول أنها مش حقيقة قوي عشان لما بتخرجي من البرنامج مش بتلاقي السبوتلايت اللي عليك اللي كان في البرنامج ده مش يعني بيبقى مش نفس السبوتلايت بتتصدمي بقى بالواقع أنا بصراحة لما جيت مصر أنا أحلامي تقريباً كلها تحققت يعني لقيت حب حياتي وفي نفس الوقت كنت بعمل معي ألبوم مع محسن جابر المسؤول الفني على الألبوم بس حسيت ساعتها أن أنا عايزة أتجوز أكتر يعني حسيتش ساعتها أن حبي لتامر كان أكبر بكتير من حبي للغنى وفقتي أن الألبوم ما ينزلش طب زي كان هو اللي بيشرف عليه فنياً وطلب منك أنه ما ينزلش لا بصي هو كان حصل بصراحة هو مش هو برضو في حاجة كانت غصبة عنه حسنًا يعني الجواز كان يعني الناس كده تفاجأت وكان طبعاً تفهم الفانس بيبقوا وعملين إزاي فكان فيه حاملات غريبة كده على الإنترنت هو بالطبيعي أن هو هيبقى زعلين أنه مثلاً حد يبقى بي يتكلم عنه بطريقة مش كويسة فحس أنه هو هي هاس تبرتكت من فهم يعني لازم يحميني فساعتها أنا كمان أصلاً ما كنتش بقيت حسنًا خايفة أنا نفسي خايفة فالموضوع بصراحة ما كانش أنه هو مش عايز هو مش عارف يعمل إيه وأنا مش عارف أعمل إيه فهم قصدي ترجمة نانسي قنقر